التساع صباحا بتوقيت القهرة موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من عاصمة الخبر أهلا بكم قال مسؤولون محليون أن قصف روسيا مناطق بشارك أوكرانيا خلال الليل أصفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وذلك بعد أن أنهت موسكو وقفا لإطلاق النار أعلنته وذلك بمناسبة عيد الميلاد قال حاكم منطقة خاركيف أوليسن هبوف أن رجلا عمره خمسون عاما لقي مصر وفي منطقة الشمالية الشرقية للمدينة جراء القصف الروسية وصف الرئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي أعلان روسيا وقف إطلاق النار في عيد الميلاد المجيد بأنه مخادع وأكد زيلنسكي أن القذائف الروسية أصابت مدينة بخموت ومواقع أوكرانية أخرى مشيرا إلى أن طرد الروس من الأراضي الأوكرانية هو الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار وتحقيق الأمن والسلام أدى زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس النواب الأمريكي وذلك عقب فوزه برئاسة المجلس بعد خمس عشرة جولة من التصويت وجاء فوز ماكرثي بعد ساعات من فشله بالحصول على الأصوات اللازم لضمان انتخابه رئيسا لمجلس النواب وذلك خلال الجولة الرابعة عشر من التصويت يطلق المواقعون على الاتفاق الإطاري في السودان اليوم المرحلة النهائية للعملية السياسية والتي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل ويقام الاجتماع برعاية الألية الثلاثية والتي تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية إيقاد والأمم المتحدة في قاعة الصداقة بالخرطوم وذلك بحضور المواقعين على الاتفاق السياسي وممثلين على المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص وقادة الرأية عاد 46 جنديا من جيش ساحل العاج إلى وطنهم تم العفو عنهم بعد أن قدوا نحو ستة أشهر في السجن بمالي وأصافح العائدون الرئيس الحسن وطارة والذي كان في استقبلهم بمطار أبي جان وكان المجلس العسكري في مالي قد أصدر عفوا عن الجنود والذين حكم عليهم بالسجن عشرين عاما في الثلاثين من ديسمبر الماضي بزعم محاولاتهم تقويد أمن الدولة نهاية الموجز وشكرا لكم وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرانيوز.net كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11 747 Vertical كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة أمامكم شكرا لطيب المتابعة